قال مصدر مسؤول في الحجد أن توجيه أبو فدك برفع حالة الانذار القصوى والاستعداد لأي طارئ جاء بسبب وجود تهديدات أمريكية حقيقية بالرد على عمليات القصف التي يتعرض لها الجيش الأمريكي في العراق وسوريا بالإضافة إلى إمكانية تصعيد الفصائل العراقية عملياتها العسكرية ضد التواجد الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة وبيّن المصدر أن الحجد دخل في حالة الانذار بكافة قواطع العمليات وكثف انتشاره خصوصا في المناطق الصحراوية وكذلك المناطق الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية كما تم اتخاذ إجراءات أمنية في بعض المقرات التي يمكن أن تستهدف من قبل القوات الأمريكية كونها خارج المدن السكنية